السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي اليوم في قناتكم وصفات لكم بروز الدهون عند البطن من أكثر المشكلات التي تزعج سواء نساء أو رجالا لكن تراكم الدهون في هذه المنطقة ليس خارج عن المعتاد ولكن هناك عدة طرق لمعالجة هذه المشكلة كما نعلم من مقاومات جمال المرأة بالخصوص رشاقة قوامها وبطنها المشدود لكن مع ضغوط الحياة اليومية قد لا يكون عندها الوقت الكافي للعناية بصحتها بشكل عام وبرشاقتها بشكل خاص إضافة إلى العمل لفترات طويلة خارج المنزل أو العناية بالأطفال قد يجعلنا نفقد فرصة ممارسة الرياضة في البيت أو خارجها لذلك اليوم حبيباتي أنصحكم بتناول هذه الوصفات والمداومة عليها التي إن شاء الله سوف أشاركها معكم إذن على بركة الله سوف نتعرف على أول وصفة وعلى مكونها الرئيسي لدينا هنا قشور الرمان أو قشر الرمان الجاف تقومون بتشفيفها ثم بعد ذلك قوموا بطحنها حتى تصبح بهذا الشكل دقيق رطب وناعم كما يمكنكم أيضا شراءها عند العطارين والعشابين تكون جاهزة لأن قشر الرمان يساهم في التخلص من الوزن الزائد بشكل ملحوظ حيث أن له دور كبير في حرق الدهون بشكل صحي خاصة في منطقة البطن إذن على بركة الله سنقوم بأول خطوة وهي أننا سوف نأخذ كسرولة أو إناء يضع على النار سنضع فيه تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة من مطحون الرمان مطحون قشر الرمان أو الرمان ثم سنضيف هنا كذلك كوب من الماء سأضيف إلى هذا الخليط يعني مقدار كوب من الماء ثم سوف أضع الكل على نار هادئة حتى يصل إلى درجة الغليان بعد ذلك سوف نقوم بإتمام هذه الوصفة إن شاء الله التي سوف تعطينا بطن إن شاء الله تكون مشدودة وبطن مسطحة وأيضا سوف تعمل كذلك حتى على إزالة دهون الخسر كذلك كما تلاحظون أضع الكل على نار هادئة حتى يصل إلى درجة الغليان ثم أقوم بإطفاء النار عليه تقريبا مدة عشر دقائق ثم أقوم بإطفاء النار بعد أن قمت هنا بإزالة الكسرولة سوف نأخذ كوب ثم سوف نأخذ مصفات وسنقوم بتصفية هذا المشروب هكذا بالنسبة لهذا المشروب فهو رائع جدا لمن تعاني من قرحة المعدة أو الجرطومة جرطومة المعدة لأن الرمان مكون رائع يعالج كذلك جرطومة المعدة بالنسبة لهذا المشروب حبيبتي يجب تناوله على الريق يعني قبل تناول وجبة الإفطار وكذلك قبل تناول الوجبات الرئيسية مثل وجبة الغداء وكذلك وجبة العشاء نقوم بتناول كوب على الريق أو قبل تناول الوجبات تقريبا بمدة نصف ساعة بعد ذلك يمكنكم تناول الوجبات هنا بالنسبة لهذه الوصفة يجب الانتظام على استخدامها تقريبا من الأحسن استعمال هذه الوصفة كذلك في آخر 3 أيام من الدورة الشهرية أو آخر 20 يوما من أيام النفاس لأنه مشروب سوف يخلصكم بشكل نهائي من الكرش وأيضا يعمل حتى على تنظيف الرحم وكذلك ينظف حتى المعدة لذلك قلت لكم فهو مشروب سوف يكون إن شاء الله صحي وليس له أي آثار جانبية أو أدرار على صحتكم بالعكس فهو مفيد جدا وسوف يساعد كذلك على إدابة دهون البطن وكذلك الخسر بالنسبة لهذا المشروب يجب الانتظام عليه تقريبا مدة 15 يوما أما إذا أردتم تخصيص الوزن يعني الجسم بالكامل يمكنكم المداومة عليه تقريبا ولكن بشرب كوب واحد فقط في اليوم قبل أي وجبة سواء وجبة الإفطار أو كذلك وجبة الغداء أو العشاء يعني تأخذون كوب واحد ثم تستمرون عليه تقريبا مدة شهر سوف يتخصون يعني إذا أردتم تخصيص الوزن بالكامل أما إذا أردتم فقط تخصيص بعض المناطق مثل البطن فدوموا عليه تقريبا مدة 15 يوما ومنذ أول أسبوع ستلاحظون نتائج ملحوظة سواء في حجم البطن كما أنه أيضا يعمل على إزالة غازات البطن لمن يعاني من الغازات في البطن مشروب صحي ممتاز ومفيد جدا جدا إذا هذا بالنسبة إلى المشروب الأول سوف نمر الآن إلى التعرف على المشروب الثاني بالنسبة للمشروب الثاني ستأخذون كوب من الماء الساخن أو ضروري أن يكون ماء دافئ بالنسبة لهذا المشروب يجب شربه وهو دافئ سنأخذ هنا مقدار ملعقة صغيرة من مطحون الزنجبيل الزنجبيل الجاف تقومون بتحنه نقوم هكذا بتحريك الخليط جيدا بالنسبة لهذا المشروب تأخذون فقط كوب واحد في اليوم سوف يساعد على تخصيص البطن وأيضا إدابة تلك الدهون الصعبة ثم سنضيف هنا مقدار ملعقة صغيرة فقط من عصير الليمون الحامد كذلك الليمون الحامد هو غني جدا بفيتامين سي ويعمل أيضا على تخصيص البطن زيادة على أن شرب كوب من هذا المشروب بشكل يومي سوف ينعكس حتى على نظارة بشرتكم وأيضا سوف يعطيها حيوية وإشراقة كما أننا سوف نضيف هنا ملعقة من العسل يعني لتحلية المشروب يمكنكم أخذ مقدار ملعقة صغيرة من عسل النحل العسل الطبيعي فقط لتحلية المشروب كما يمكنكم شربه بهذه الطريقة بدون إضافة العسل هنا العسل اختياري وليس ضروري إذا كان متوفر أو إذا أردتم شرب هذا المشروب وهو محل قموا باستخدام العسل نحرك جيدا حتى نقوم بدمج المكونات كما قلت بالنسبة لهذا المشروب يمكنكم شربه سواء يعني قبل وجبة الإفطار أو قبل وجبة الغداء أو قبل وجبة العشاء بطبيعة الحال فهو سوف يعالج تلك الدهون الصعبة وأيضا سوف يمنحكم كذلك كما قلت نظارة لبشرتكم بالنسبة أيضا لمن تعاني حتى من آلام الدورة الشهرية أنصحكم بشرب هذا المشروب فهو رائع كذلك يعمل على علاج برودة الرحم كذلك بالإضافة إلى أنه يعالج السمنة وكذلك خاصة التي تكون في منطقة البطن لأن الزنجبيل بطبيعة الحال فهو يحد من ارتفاع السعورات الحرارية بالجسم وأيضا يحفز على الشعور بالشبع لفترات طويلة لذلك أنصحكم حبيباتي بشرب الزنجبيل سواء كان مغلى أو تأخذون ماء ساخن تضيفون في الزنجبيل المطحون إذن حبيباتي كان هذا هو فيديو اليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفات بطبيعة الحال إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دعمي بالضغط على زر لايك وأيضا إذا كنتم من المشتركين الجدد في القناة فلا تنسوا الاشتراك وأيضا تفعيل زر الجرس إذن إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء